السلام عليكم. جيت نعود لكم و ستلقى الساقة قصيرة. كان واحد سيدس ميتو ناجح في الباك. و كانت عنده واحد معادلات تكتب عليها تشكيل قدامك. بحيث أن A, B, C هم دول بدلالة X. و Y second هي المشتقة الثانية Y بالنسبة X. و Y prime هي المشتقة الأولى Y بالنسبة X. و Y هي الدلال الذي يريد القولها الحل. و X هو الجوز غير المتجانس. و كيف مات يحلل الناس ديال الفيزيك اسم ميوه دالا القصرية. فونكسون دو فوخصاج في الجانب اليمن. دبا ناجح في الباك كنفهم أن هاد المعادلة هي معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية. لحقاش أعلى مشتقة كينا فيها هي مشتقة من الدرجة الثانية. و خطية لحقاش كال حدود Y مرفوعين أس واحد و ماشي كثر. الهدف ديل هاد ناجح في الباك هو يلقى واحد الحل العام سوليسون جنرال هاد المعادلة. واللي تتكون من الحل المعادلة المتجانسة. الهدف ناجح في الباك نعرف هذا الشيء. و ليس تقدمه المعادلة المتجانسة. الإكواصيون هوموجينة. واللي هي فيه جيلي اكس كتساوي 0 و بدأك يختم. ناجح في الباك نقرأ في الباك أن الحل للمعادلة تكتب على شكل EOSRX. بحيث أن R هي ثابتة خصو يحددها. وبالتالي نرطي حسب المشتقة الأولى Y' ولقاها تتساوي R EOSRX. والمشتقة الثانية Y' ولقاها تتساوي R أكاري EOSRX. و ليس فرحان عوض هذا الشيء في المعادلة المتجانسة اللي عنده. وبما أن EOSRX مع مرهات تساوي 0 قدر يقسم عليها في الطرفين باش يختزل بها. وللتسهيل خلال غير A و B و C و حي يتبديل الدالة. وبقاتله AR أكاري زائد PR زائد ساوي 0. وهنا يوصل لما يسمى المعادلة المميزة. و اللي هي في هذه الحالة معادلة من الدرجة الثانية المجهول فيها هو R. دبا باش ناجح في الباقي حل هذه المعادلة. نطي طبق قاعدة الدالتا باش يلقى الجذور لغاصين ديل هذه المعادلة من الدرجة الثانية. وهنا يبذكاء دياله عرف أنه عنده ثلاثة الاحتمالات. إما دالتا أكبر قطعة من السفر. وبالتالي غيكون عنده جوج حلول R 1 و R جوج. وهناي الحل غيكون هو YH تتساوي S1 EOS R 1 X زائد السجوج EOS R جوج X. بحيث أن السي واحد والسجوج ثابتتان اعتباطيتان. وإما دالتا تتساوي الزيرو. بحيث غيكون عنده غير حلول 1 R. وإذا الحل غيكون هو YH تساوي السي واحد زائد السجوج X عامل لأوس R X. ودهك X اللي تزاد هو التعدد ديال الجذر. لما يلتيبليسيتيده لغاصين. واللي نقدرو نحكي عليه شي قصة من بعد. وإما دالتا سالي بقطعا. وبالتالي سيكون عنده حل عقادي غاصين كومبليكس. واللي ما كانش فيه اللي يفكر فيه دابا. ودابا ناجح في الباك كان فرحان لحقاش القصيغة ديال YH. واللي تتسمى الحل المتمم. لسوليوسيون كومبليمونتاغ. واللي هي الأساس للحل العام اللي تقلب عليه. دابا بقاتله غير ذلك YP. واللي هي الحل الخاص. لسوليوسيون بارتكولياغ اللي تتحقق المعادلة التفاضلية دياله. ناجح في الباك كان يفكر شيئا كيف يحل هذا الشيء. وهنا يقرر أهم قرار في حياته. هي أنه يخدم طريقة المعاملات غير المحددة. كويفيسيون اندترميني. تتأتي القيام بنبقى لحصل 8. faudحصل угلك 2. ، ثم نجح في حالة yener alpha. وعند Sixx تتوسى 0. ثم نجحieme 9 صاعدة yener alpha. بحال AX زائد B عامل لي E أو SKX دابا نجح في الباك باش تأكد من الاختيار دياله ديال YP مناطي يشتق YP مرة وجمرة باش يعوض في المعادلة التفاضلية اللي عنده وبدأت يقارن المعاملات اللي كانين في طرفي المعادلة باش يساويهم واخيرا نجح في الباك لقى الحل العام ديال المعادلة التفاضلية اللي صادفاته مخلعتوش لقى الحل المتمم YH والحل الخاص YP ودابا باش نجح في الباك مش دوز لكم كورات على خطره وبلا سترس ويتبعنا في شنو كنديرو في كاتوريبو ها 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 ها